الشاب الرياضي تيمور هزيمي من أبو سنان بداية نتعرف عليك أكثر تيمور هزيمي من أبو سنان ابن 35 معلم رياضة مدرب رياضة معي شهادة أخصائي تغذي للرياضيين صر لي في مجال الرياضة تقريبا من سنة 2016 من يوم ما بلشت عليم قبل كنت ألعب فوتبول بس مش في مستويات عالية وكنت أركض كثير من سنة 2016 من يوم ما بلشت عليم لقب أول للرياضة بلشت أفوت في مجال المشكلوت الحديد حذري كوشر خلصت اللقب الأول مع هراء اليوم أنا معلم مدرسة معي ثلث وظيفة في المدرسة الثانوية يوجد في بسنان أصر لي في مجال التمرين تقريبا من سنة 2018 قبل ما أكون مستقل كنت أشتغل في أكثر من مخون وفي سنة 2021 قررت أن أكون مستقل لأفتح ستوديو إليه لتمرين شخصية ستوديو سميته إنفلد على اسم فريق ليفرقول اللي أنا بحبه اسم ملعبه إنفلد وزي ما كيف أنت شايف كل إشي بخص ليفرقول هون إحمر والاسم والكل يمر بالفعل يعني كونك رياضي مش غريب عن بيت اللي هو بيت رياضي أنا بعرف حياتي الوالد أبو ربيع المرحوم نبيل وأخوك ربيع كان يلعب كمان وصل لمحلات بعيدة بدي تحكي لي عن أهمية ممارسة الرياضة في عصر طغط عليه التكنولوجيا زي ما قلت في هذا العصر اللي إحنا التكنولوجيا مسيطرة علينا كلياتنا من الجيل الصغير حتى اليوم صار الإزلام الكبار صارت سيطرة عليهم تكنولوجيا الرياضة مهمة جدا جدا على جميع النواحي الصحية النفسية الضغوطات اللي إحنا منعيشها اليوم اليوم فش بني آدم عايش بدون ضغوطات نفسية واللي بتمرن هاي حسب الأبحاث وعلميا مثبت علميا انه اللي بتمرن بالأخص برفع أوزان وبرفع حديد هو بني آدم أهدى بني آدم مبسوط أكثر في حياته فالشغلة بس بدها استمرارية الناس اللي بدها تعيش مبسوطة بدها تعيش في أقل استرس أقل قلق لازم يتمارس الرياضة وأنا بشدد على تمارين الحديد أنا الرياضة كلها بشكل عام مش مهم مركض اسباحة كل نوع رياضة ممتاز وبجنن بس بشدد أكثر على رفع الأثقال ورفع الأوزان لأنه حسب الأبحاث في صلة مباشرة بين رفع الأوزان وبين الراحة النفسية والسعادة فالرياضة جدا مهمة من جيل صغير زمان كان فيه كثير خرافات أنه أولاد صغير ممنوع يرفع أوزان ممنوع يتمرن هذا الإشي غلط للأبحاث كمان مرة أثبتت أنه هذا الإشي غلط في العكس لازم الولد من يوم ما بيخلخ يبلش يعودوه أنه يتمرن فكمان لجيل كبير زي ما بقوله كثير تسمع ناس كبيرة لا أنا كبرت ومعادش مش مهم شو للعمر المهم أنك تبدأ فيش حدود للرياضة وانت تبلش عمرك ثمانين عمرك ستين عمرك خمسين اعمل رياضة لأنه الرياضة مفيدة لكثير أشياء دي منك كلمة أخيرة جايين إحنا فتنا فصل الربيع بدت يعني التجوال بالطبيعة ممارسة الرياضة الذهاب إلى شاطئ البحر كلمة إليك كيك حول هذا الموضوع مع أني أنا ضد المقولة أنه أجسام الصيف بتنبنى في الشتاء وأنه الواحد لازم يستغل للشتاء عشان الصيف والمناسبات أنا بشدد أنه الرياضة تنعمل على مدار 365 يوم في السنة بس بما أنه بشكل عام يعني أغلب الناس في الشتاء بتحبش تطلع من بيتها إسا بلشنا في الربيع التقص بلش يكون حالي والمناسبات عم بتقرب الأعراس العياد هاي الفرصة وهذا الوقت أنه الناس تبلش تمارس الرياضة اللي ما عندوش وقت بقدر يلاقي إحنا عم نحكي على ساعتين في الأسبوع مش أكثر ساعتين في الأسبوع تخصصهم للرياضة في مجال مع مدرب شخص اللي يرشدك وتعمل وفي مجال لحالك في مخون وتأخذ إرشاد من المرشد اللي بيكون في المخون بس هذا الوقت أنه الواحد يبلش يتمرن يهتم في صحته لأنه في كثير ناس بتأجل بتقول يلا أخرى سنة بتمرق سنة وبكونواش عاملين ولا أي تغيير فالواحد يتخيل حاله أخرى سنة وين بيكون ويبلش من قسة تقول الأخير بعيدا كل البعد عن نيفربول دعوة للناس تيجي على المعهد اللياقة البدنية عندك هون وإحكي لنا عن الخدمات اللي بتقدمها أنا بدأ الجميع ينضموا لستوديو إنفلد استوديو إنفلد لحد اليوم كان بس تمرين شخصية واحد على واحد أو تمرين زوجية واليوم بعدين مكبرت إن شاء الله رح يكون فيه كمان تمرين في مجموعات مجموعة لحد ثمن أشخاص في مجموعات اللي هي خصوصة للصبايا مع مدربي في مجموعات لبنات صغار مع مدربي أنا بقدم هون تدريبات شخصية واحدة واحد تدريبات زوجية تدريبات في مجموعات وإسا كمان رح نبلش في مصار أونلاين مصار اللي هو تغذية لنعطي إرشاد تغذية أنا أخرى صبية اسمها آمني اللي هي تعلمت معي هذا الموضوع رح نشتغل مع بعض سوا ففي ناس في مجال لناس اللي بعيد عني مثلا أو بدهاش تتمارس الرياض أو بتعمل رياضة في محل ثاني وبدها بس إرشاد في التغذية رح يكون عندنا هذا المصار اللي إحنا عن بعد كمان نعطي إرشادات وممكن إذا في تفريتيم أو إش